تعالوا نتعلم مع بعض باسلوب بسيط ازاي ندعي ربنا ده الدنيا سهلة جدا انتو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب من الدعاء حاجة اسمها جوامع الدعاء الدعاء اللي فيه كلمات بسيطة وسهلة كلمات معدودة بس معناها كبير جدا الكلمات دي بتجمع كل خير الدنيا وخير الاخرى تعالى علمك النهاردة كم دعوة من الادعية اللي تمسك فيها بقية عمرك ما انتش محتاج تدعي بادعية كتير خلي بالك ان الدعاء المقبول لو انت عاوز ربنا يتقبل دعائك في شروط كتيرة من اهمها ان الدعاء يخرج من قلبك مش من لسانك فلازم تبقى فاهم انت بتدعي بايه ولازم يكون الدعاء ده يفضل يفضل ان يكون من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم دي الادعية اللي ربنا علمها للنبي وخير الهدي هدي محمد امسك في ادعية النبي صلى الله عليه وسلم سيبك من الكلام الكتير خرج الدعوة من قلبك دعوة واحدة تلحي بيها على ربنا ابرك من الف دعوة انت مش حاسس بيها عمال تسمع كلامه وخلاص دعوة واحدة تقررها تقررها تغنيك عن كل خير الدنيا والاخرة تعال اقولك النهاردة على اربع انواع من الادعية سهلين وبصات وكلكو حفظنهم امسك فيهم ما تسيبهمش واحدة دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دي اكتر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بيها في حياته زي ما بيقول سيدنا انس دي الدعوة للنبي في الطواف العمرة او الحج كان بيختم بها كل شوط من اشواط الطواف دي الدعوة للنبي امر الانسان المريض ان يدعي ربنا بيها دي الدعوة لسيدنا انس كان بيختم بيها دعاءه ولو هيدعي الدعوة واحدة بس كان بيدعي بيها هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طب انت عاوز ايه تاني ادك حسنة الدنيا وادك حسنة الآخرة ونجاك من النار سيبك من الكلام الكتير الدعوة التانية دي دعوة سيدنا يونس ذنون دي الدعوة اللي ربنا نجا فيه منها دي الدعوة اللي ربنا نجا فبطن الحوت وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي أي مؤمن يدعي بيها دي الدعوة للنبي قال عليها ما دعا بها رجل مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له إيه هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الدعوة اللي بعدها دي الدعوة للنبي علمها العم العباس ودي الدعوة للسيدة عائشة قالت لو عرفت أنهلة ليلة الأدري مش هدعي غيرها اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة العفو والعافية العفو عن اللي فات والعافية في اللي أنا فيه دلوقتي يا رب والمعافاف اللي جاي في الدنيا والآخرة ما سابتش دعوة بسيطة الدعوة الرابعة اللي تدعي بيها الدعوة اللي سيدنا علمها الدعوة الرابعة اللي تدعي بيها الدعوة اللي النبي علمها لسيدنا معاز لما مسك في إيده وقال له يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ هعلمك دعوة تدعي بيها في كل صلاة اختم بيها صلاتك بعدما تتشهد وقبل ما تسلم أو بعد السلام إيه هي؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لو دي الدعوة لشيخ الإسلام بيقولك ما سابتش خير من خير الدنيا والآخرة إلا ما موجودة فيه ما هو ربنا أعانك على حسن عبادته وعلى ذكره وعلى شكره خدت خير الدنيا وخير الآخرة ما هي دي معنى؟ إياك نعبد وإياك نستعين أربع دعوات امسك فيها ما تسيبهمش دي دعوات النبي دي الدعوات اللي ربنا أعلمها للنبي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم